هي المشكلة التي تركت تتمدد حتى فاضت بها المستوعبات نفايات بيروت وجبل لبنان تأكل الشوارع بعد توقف شركة سوكلين عن جمعها عقد سوكلين انتهى منذ 17 تموز الجاري لكنها استمرت بجمع النفايات حتى يوم الأحد وبعدما امتلأت معاملها اضطرت للتوقف عن الجمع هذه رواية الشركة في المقابل رواية أخرى تتحدث عن الضغط على البلديات للقبول بتبني حل المطامر من اتحاد بلديات صورة واتحاد بلديات الأقليم واتحاد بلديات الكورة الناس كلهم عم يكتبوا بالخطة اننا ما بدنا مطمر أنا وين بروح بالنفايات ولكن وزير البيئة محمد المشنوق لم يسمع على ما يبدو بمراكز معالجة النفايات المعتمدة عالميا وزير الداخلية والبلديات إذا أخذ قرار اليوم بأعطاء ضوء أخضر للبلديات بإيجاد مواقع لمراكز معالجة وليس لمطامر تنحل في 24 ساعة المشكلة نحن بدراستنا هيد النفايات بتقدير تربح مع المئة وسبعين دولار اللي كنا عم ندفعها فيها تربح مئتين دولار توفر على البلديات في حين عند أي معالجة أخرى من طمر أما تصدير نفايات إلى الخارج أو حرق تتعدى المئتين دولار فهل صحيح أن الحكومة تماطل إلى حين البت بالمناقصات وتوزيع الحصص سياسيا؟ كل الشركات اللي أخذت بالمناقصات بتقوم بواج بيتها عندها مجال يعني عاملين لهم حلول نحن في دفاتر شروط إذا فتحنا هالعروض ولقاينا مين المتعهد الفائز بديوا يعمل هذا الموضوع بكل المناطق لنوصل لآخر لحظة بتمديد مطمر النعمة وما نطرح الحل أعتقد أنه هناك خطة لتمرير المناقصات يعني العشرين سنة اللي ما كانوا نجحين لبيروت وجبل لبنان بالخسخصة اللي أدوا إلى إفراغ صندوق البلد المستقل واستدانة البلديات وأدت إلى نشوء مطمر النعمة عين درافيل بالتلوث النتج عنه بدون يتكرر بمناطق تاني ملف النفايات لا ينتظر إيجاد حل له وحسب بل إمكانية بحثه في جلسة الحكومة الخميسة المقبل في ظل الخلاف على آلية اتخاذ القرار